يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على إمامنا وولينا وسيدنا وملاذنا ومعاذنا أبي جعفر محمد بن علي الجواد ورحمة الله وبركاته سلام على قائم آل محمد سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته فنرام الظهور المهدوي الحلقة الخامسة والثمانون البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني الزبدة الذهبية أعرف إمامك وعرف بإمامك المعرفة الذهبية إمامك دينك ودينك إمامك العبادة الذهبية رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك البراءة الذهبية طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك ملحق بانوراما الظهور لازلنا في العنوان الثالث العالم من حولنا وهذا هو الجزء الثامن وهو الجزء الأخير من هذا العنوان بعد كل البيانات المتقدمة في حلقات هذا العنوان أتحدث عن عنواننا العالم من حولنا أو في كل حلقات البرنامج من أوله إلى هذه الحلقة هناك النصوص الأهم بالنسبة للشيعي في هذا الزمان أتحدث أتحدث عن النصوص الأهم في أجواء العلامات والوقائع المهدوية هذه النصوص لو أن الشيعية في زماننا هذا أحاط علما بها سيمتلك رؤية واضحة عن الواقع الذي يعيش فيه من خلال الثقافة المهدوية النص الأول ما جاء مرويا في غيبة النعماني المتوفى سنة 360 للهجرة وهذه طبعة أنوار الهدى الطبعة الأولى قموا المقدسة في الصفحة الحادية والثمانين بعد المائتين إنه الحديث الخمسون بسنده بسند النعماني عن أبي خالد الكابلي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه حديث المشرقيين الإمام الباقر يقول كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا النص الأول النص الثاني ما جاء في الجزء الثامن والتسعين من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان صفحة 114 إنه الحديث السادس والثلاثون عن إمامنا الرضا عن آبائه عن علي بن الحسين السجاد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق وذلك عند انقطاع ملك بني مروان النص الثالث أقرأه عليكم من غيبة النعماني من المصدر نفسه الذي أشرت إليه قبل قليل حديث طويل هو الحديث الثالث عشر يبدأ في صفحة الثانية والستين بعد المائتين بسند النعماني عن أبي بصير عن إمام الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل مفصل موضع الحاجة منه الضروري للشيعي ما جاء في الصفحة الرابعة والستين بعد المائتين إمامنا الباقر يقول صلوات الله عليه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة في شهر واحد في يوم واحد نظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا فيكون البأس من كل وجه ويل لمن ناواهم وليس في الرايات راية أهدى من راية اليماني هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم وإذا خرج اليماني فانهض إليه فإن رايته راية هدى ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه فمن فعل ذلك فهو من أهل النار لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم النص الرابع ما جاء مرويا في دلائل الإمامة للمحدث الطبر الإمامي وهو من أعلام الشيعة في القرن الخامس الهجري وهذه طبعة مؤسسة البعثة قموا المقدسة في صفحة الخامسة والخمسين بعد الأربعمائة إنه الحديث التاسع والثلاثون عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه الحديث طويل أيضا أذهب إلى موطن الحاجة منه ما هو ضروري للشيعي أن يفقهه في هذا الزمان حديث إمامنا الباقر عن بتريي النجف ويسير إلى الكوفة إمام زماننا فيخرج منها ستة عشر ألفا من البترية محركة هنا من البترية وهذا التحريك ليس صحيحا من البترية شاكين في السلاح قراء القرآن فقهاء في الدين قد قرحوا جباههم وشمروا ثيابهم وعمهم النفاق وكلهم يقولون يا ابن فاطمة ارجع لا حاجة لنا فيك فيضع السيف فيهم على ظهر النجف عشية الاثنين من العصر إلى العشاء فيقتلهم أسرع من جزر جزور فلا يفوت منهم رجل ولا يصاب من أصحابه أحد دماؤهم قربان إلى الله ثم يدخل الكوفة فيقتل مقاتليها حتى يرضى الله عز وجل هذه النصوص الأربعة هي النصوص الأهم التي يحتاج الشيعي في هذا الزمان إلى الإطلاع عليها وإلى معرفة مضامينها أو على الأقل أن يتدبر هو فيها هذه النصوص من أمهات النصوص في ثقافة قناة القمر يمكنكم أن تعود إلى برامج قناة القمر كي تجدوا التفاصيل الكاملة التي ترتبط بهذه النصوص في مختلف البرامج في هذا البرنامج تحدثت عن النص الثاني وأشبعته أشبعته شرحاً ما جاء عن إمامنا السجاد صلوات الله وسلامه عليه من زوال ملك بني مروان ومن أن الناس ستسير إلى الحسين إلى قبر الحسين من الآفاق مر الكلام في هذا مفصلاً وهذا هو النص الثاني في هذه المجموعة التي قرأتها عليكم النص الثالث كذلك تحدثت عنه وأشبعته شرحاً وبياناً في الحلقات المتقدمة من هذا البرنامج ما يرتبط براية اليماني إنها الراية الأهدى ومر الكلام في هذا أما النص الرابع بتريو النجف تحدثت عن هذا الموضوع وأشبعته شرحاً وبياناً في هذا البرنامج هذا البرنامج حاولت أن أضع فيه خلاصة مهمة للثقافة المهدوية التي يحتاجها الشيعي المنتظر الذي ينتظر إمام زمانه وفقاً لمواثيق بيعة الغدير الحقائق موجودة في هذا البرنامج وسنعيد بثه إن شاء الله تعالى بعد أن تنتهي حلقات هذا البرنامج أتمنى على أخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي أن يتابعوا الإعادة لأنها مهمة جداً أتمنى عليهم أن يدرسوا هذا البرنامج دراسة لا لأنني قدمته أنا لا قيمة لي هذه ثقافة العترة الطاهرة إذا كنتم تريدون أن تكونوا في الزهرائيين اليمانيين القميين الممهدين لإمام زمانكم لن تكونوا كذلك إلا عبر الثقافة المهدوية الأصيلة وإنني قد جمعتها لكم بقدر ما أتمكن لا أدعي أنني قد وضعت ثقافة كاملة وإنما بحسبي لا يتوقع من الناقص أن يأتي بشيء كامل ولا يتوقع من الضعيف أن يأتي بشيء تكون قوته أعلى من قوة هذا الضعيف لا يمكن هذا لا يصح أن نتوقع من غير المعصوم أن يقدم لنا نتاجا معصوما إنما هو بقدر ما تمكنت من بيانه ووضعه في مساره الصحيح ما أريد أن أتناوله في هذه الحلقة ما يرتبط بالنص الأول بالحديث المروي عن إمامنا الباقر عن المشرقيين صحيح إنني تحدثت عن هذه الرواية وبالتفصيل وبالتفصيل الكامل تحدثت عدة مرات في برامج السابقة لكنني أتحدث عن هذا البرنامج لم أسلط الضوء على تفاصيل هذه الرواية وإنما تحدثت عن جانب منها عن المسارين عن المسارين الذين أشارت إليهما الرواية هناك المسار المشرقي الإيراني وهناك المسار الثاني وهو المسار اليماني الذي أشار إليه إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الحلقة أريد أن أسلط الضوء على تفاصيل الوقائع التي تحدثت هذه الرواية عنها نذهب إلى فاصل الذي يريد الإطلاع على كل المعطيات التي ترتبط بهذه الرواية يمكنه أن يعود إلى الحلقات المفصلة في شرحها أنا هنا سأشرحها بنحو موجز ومختصر بحسب بحسب ما يسنح به الوقت بالإجمال الرواية في شيعة إيران لا أريد أن أخوض في نقاشات جانبية سخيفة وهي تعارض الوضوحة والبيانة الشاخصة في كلمات إمامنا الباقر صلوات الله عليه الإمام الباقر كان في المدينة وهو يتحدث عن مشرق الحجاز عن مشرق البلد الذي كان يعيش فيه وفي بعض الأحيان الأئمة يتحدثون مع العراقيين فإن شيعتهم يأتون من العراق فعينما يتحدثون معهم يتحدثون عن مشرق العراق ومشرق العراقي ومشرق المدينة واحد المكان الذي يشار إليه في جهة المشرق إيران على الأقل بحسب ما أفهمه من النصوص والروايات والأحاديث كلها فأنا لا أتحدث عن حديث واحد الرواية واضحة فهؤلاء شيعة يعتقدون ب إمامة الإمام الثاني عشر في سلسلة الأئمة المعصومين الثاني عشر ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم لأنهم يعتقدون بإمامته لأنهم ينتظرونه فهؤلاء شيعة شيعة يعتقدون بإمامة الحجة بن الحسن وينتظرونه ثم ماذا تقول الرواية قتلاهم شهداء هذا الوصف لا يمكن أن يصدر عن الإمام الباقر كي يصف نواصب سقيفة بن ساعد إذن القوم شيعة 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 والقوم يعتقدون بإمامة الإمام الثاني عشر وينتظرونه وهم صادقون في انتظارهم الإمام يقول ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم فهم في مشرق الحجاز إذا كان الكلام عن مشرق الحجاز حيث كان الإمام في المدينة في المدينة المنورة أو هم في مشرق العراقي إذا كان الكلام يوجه للشيعة في العراق ومشرق الحجاز ومشرق العراق واحد فهؤلاء في المشرق وهؤلاء شيعة يعتقدون بإمامة بقية الله وينتظرونه ثم سيقتل منهم ما يقتل إن كان في مرحلة المطالبة بالحق أو بعد ذلك إلى زمن الظهور لأن الرواية هكذا قالت قتلاهم شهداء بعد كل تلك التفاصيل الإمام فصل في أوضاعهم من أنهم سيجري عليهم كذا وكذا وكذا إلى أن قال ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء سيقتل منهم قبل الانتصار وبعد الانتصار وسيبقى القتل موجودا فيهم إلى زمن الظهور هذا هو الموجود في الرواية بنحو واضح هذا المضمون الإجمالي ينطبق على الشيعة الإيرانيين في زماننا أو لا ينطبق عليهم ماذا تقولون أنتم بغض النظر عن موقف سياسي نتفق معه أو نختلف معه بغض النظر عن كلمة هنا وكلمة هناك بغض النظر عن هذا الشخص أو ذاك إنني أتحدث عن كينونة عن حركة عن حركة يشترك فيها الكثيرون من مختلف الاتجاهات هذه هي الكينونة المشرقية التي يتحدث عنها إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه في هذه الرواية الواضحة والواضحة جدا والمتماسكة إنها نص متماسك في ألفاظه وتعابيره ومضمونه إذا أخذت هذا النص وقايسته بالنصوص التي وردت بنفس المضمون في كتب المخالفين فإن نصوصهم هزيلة مهزوزة وقد عرضت هذا في برامجي السابقة أنا هنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل الذي يريد التفاصيل الكاملة فليعد إلى البرامج السابقة إلى الحلقات المختصة بشرح وبيان مضمون هذه الرواية إنما أتحدث هنا عن الزبدة عن الخلاصة فيما تشير إليه هذه الرواية إذن القوم مشرقيون في مشرق الحجاز ومشرق العراق والقوم شيعة يعتقدون بإمام زماننا بقية الله ينتظرونه وهم صادقون في عقيدتهم لذا تقول الرواية ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم يتعرضون للقتل قبل الانتصار وبعد الانتصار إلى زمان الظهور هكذا تقول الرواية قتلاهم شهداء هؤلاء لهم مسارهم لهم كينونتهم لهم اتجاههم لهم أخطاؤهم وصوابهم وهذا شيء طبيعي الأحاديث أخبرتنا من أنه ما من مجموعة ما من اتجاه ما من حزب ما من مذاق ما من مشرب فكري إلا وأهله يحكمون وسوف لا يكون حكمهم عادلا يختلط فيه العدل والظلم العدل لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد الصلاح لا يكون إلا في زمان قائم آل محمد أنا هنا لا أريد أن أناقش صغائر الأمور ودقائقها ولا أريد أن أخوض في التفاصيل الجانبية وما يتشقق عنها إنما أريد أن أسلط الضوء على هذه العلامة الواضحة والواضحة جدا وسأتحدث في خطوطها الإجمالية لكن ما ذكرته من أنهم شيعة من أنهم يتعرضون للقتل على طول مسارهم هذا واضح في الرواية وواضح في الإيرانيين الذين نعاصرهم من هنا فإنني ذكرت في العلامات المهمة التي عايشناها ذكرت الثورة الإيرانية الخمينية هذا بيان إجمالي أعود إلى الرواية وماذا قالت كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق صار واضحا لدينا المراد من المشرق والمراد من هؤلاء القوم كأني بقوم على الأخل أخاطب الذين يتفقون معي في هذا الفهم قد يقول قائل ربما تنطبق الرواية على قوم يأتون في المستقبل من الجهة العقلية المحضة هذا الكلام ممكن لكنني لا أتحدث بهذا اللحاظ إنني أتحدث وفقا لمعطيات متوفرة بين أيدينا ووفقا لزماننا وهذه الرواية لم تأتي منفردة وإنما جاءت في سياق كل الروايات ومر الحديث عن الروايات الأخرى التي تجري في نفس مجراها لا أريد أن أعيد الكلام المتقدم كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هؤلاء شيعة مشرقيون وبتعبير واضح إيرانيون يطلبون الحق فلا يعطونه ثم ماذا ثم هذه ثم كما يقولون تفيد معنى التراخي هناك فاصل زماني إذن هؤلاء المشرقيون يطلبون الحق فلا يعطونه هذه مرحلة ثم تأتي مرحلة ثانية ثم يطلبونه فلا يعطونه إذن هناك فاصل زماني تلاحظون النشاط الأول يطلبون الحق فلا يعطونه فانتهى هذا النشاط انتهى هذا الحدث ثم بعد فترة زمانية يعاودون النشاط نفسه ثم يطلبونه يطلبون نفس الحق فلا يعطونه فالنشاط الثاني لما يصلون إلى النتيجة نفسها يطلبون الحق فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك سينتقلون إلى نشاط ثالث فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم ليس هناك من معركة واضحة ولكنهم يتهيأون لمعركة وبالأسلحة حدثت بعض الوقائع في هذه المرحلة لكن المرحلة ما كانت سمتها أن استعملوا السلاحة ربما استعملوه في نطاق ضيق جدا في بعض الوقائع والحوادث لكن السمة العامة فإن الثورة كانت سلمية فإن الثورة اعتمدت أسلوب المظاهرات أسلوب الاحتجاجات أسلوب الإضرابات هذا هو الأسلوب الذي اعتمدته الثورة الإيرانية الخمينية العنف والسلاح والاستدام بالحكومة بالأسلحة كان في بعض المواقع كان في بعض الحالات بنحو محدود السمة العامة هي هذه مظاهرات منشورات إضرابات احتجاجات والقائمة تطول فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم وضعوا السيف على العاتق إنه استعداد للقتال استعداد لاستعمال السلاح فيعطون ما سألوا هنا في هذه المرحلة يعطون ما سألوا فلا يقبلونه لا يقبلون ذلك العطاء فلا يقبلونه حتى يقوموا إنهم يستمرون في ثورتهم في نهضتهم في قيامهم حتى يقوموا حتى يقوموا حتى يقوموا أي أن الأمر سيكون بأيديهم ستتشكل حكومة هذا هو معنى حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم كيف يدفعونها إلى صاحبنا وهم لم يكونوا قد شكلوا دولة قد شكلوا حكومة ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لاستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هذا هو المسار الذي يفضله الإمام إنه المسار اليماني ومر علينا ما المراد من الاستبقاء هناك فارق بين البقاء والإبقاء والاستبقاء مثلما هناك فارق بين الخروج والإخراج والاستخراج بين النتاج والإنتاج والاستنتاج هذا الكلام مر علينا في الحلقات المتقدمة فإنني لا أعيده صار واضحا هؤلاء المشرقيون يمرون بهذه المراحل المرحلة الأولى يطلبون الحق فلا يعطونه وتنتهي هذه المرحلة زمانا وأحداثا ثم تأتي مرحلة ثانية كالمرحلة الأولى ثم يطلبونه فلا يعطونه إنها المطالب نفسها دخلنا في مرحلة ثالثة فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه بعد ذلك دخلنا في مرحلة رابعة حتى يقوم حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم هذا يعني أن قيامهم سيبقى مستمرا إلى وقت صاحبنا الرواية واضحة فتعالوا كي نعرف ما الذي جرى في ثورة الإيرانية الخمينية ولكن بعد الفاصل أنا لا أريد أن أحدثكم حديث المؤرخين وأن أبدأ من بداياتي نشوء المعارضة الدينية في إيران حتى في الحكومات السابقة إن كان ذلك في أيام القاجاريين أو كان ذلك في أيام رضا شاه الذي هو والد شاه إيران حيث حدثت الثورة في زمانه في زمان شاه إيران محمد رضا بهلوي فأنا لا أريد أن أحدثكم حديث المؤرخين إنما هو بيان إجمالي لما يرتبط بهذه الرواية المهمة مثلما بيّنت لكم قبل قليل هناك مجموعة النصوص الأهم وقرأتها عليكم في أول الحلقة وهذا هو أول نص من هذه النصوص الأهم للشيعي في زماننا هذا فيما يرتبط في شؤون الثقافة المهدوية البداية تكون من سنة 1963 163 لن أتحدث قبل هذا التأريخ لأن الرواية بحسب ما أفهم تتحدث عن هذا التأريخ المقدمات لا شأن لي بها وأبدأ من هنا أبدأ من هنا شاه إيران محمد رضا بهلوي أعلن ثورته في ذلك الوقت إنها ثورته البيضاء جاء ببرنامج لأجل أن يطبق ما يريده هو ما يريده هو من جعل إيران دولة تكون ثقافتها ثقافة غربية هذا هو هذا هو الذي كان يريده شاه إيران فالرجل ثقافته غربية ودراسته غربية ويجد أن مصالحه وأن مصالح إيران مع العالم الغربي أنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع فهذا موضوع مفصل لكن البداية من هنا من الثورة البيضاء التي أعلنها شاه إيران وكان ذلك في سنة 1963 وثلاثة وستين ميلاد من جملة مفردات هذه الثورة من جملة مفرداتها الإصلاح الزراعي وهو يريد أن يتواصل مع الفلاحين أن يتواصل مع الطبقات التي يقال عنها الطبقات المسحوقة في المجتمع شاه إيران بحكم ما هو عليه وما ورثه عن أبيه إنها ملكية ديكتاتورية الشيء الطبيعي فإن العلاقة ستكون مع المجتمع الأرستقراطي هذا شيء طبيعي هذه ملكية ديكتاتورية الشيء الطبيعي فإن العلاقة ستكون مع المجتمع الأرستقراطي أو ما كان قريبا من هذا المجتمع الذي قد يعبر عن بالمجتمع المخملي إنهم كبار التجار إنهم كبار الصناعيين وزراعيين من الإقطاعيين والملاك الكبار الذين بيدهم الأموال هؤلاء هم الذين سيدورون في فلك الشاه وهذا شيء طبيعي شاه إيران وجد نفسه أنه لن يستطيع أن يطبق برنامجه الغربي من دون أن تكون له روابط وعلاقات مع الطبقات المسحوقة ولذا أراد أن يقيم علاقات مع الفلاحين مع العمال مع الفقراء فوضع برنامجه في إصلاح زراعي في إصلاحات اقتصادية في الدفاع عن حقوق المرأة إلى غير ذلك إلى قائمة طويلة كلام نظري كسائر الحكومات في دول العالم الثالث وهذا شيء معروف لديكم الإصطدام متوقع أن المؤسسة الدينية ستصطدم بهذا التغريب لأنه برنامج تغريبي واسع وأنا لا أخوض هنا في التفاصيل لكنني ألفت أنظاركم إلى نقطة يمكن من خلالها أن تشخص الأوضاع كيف كانت العرب الخليجيون الذين يبحثون عن السياحة الجنسية وآخرون من دول أخرى أين كانوا يذهبون يأتون إلى إيران لأن إيران كانت توفر السياحة الجنسية بنحو واضح وفاضح في الوقت نفسه بعد أن تأسست الجمهورية الإسلامية الإيرانية العرب الخليجيون الذين يبحثون عن السياحة الجنسية بدأوا يسافرون إلى الدول الآسيوية وإلا فإن مقصدهم سابقا كان باتجاه إيران هذا قليل مثال قد لا يكون مثالا واسعا وكبيرا لكنني في مقام الإيجاز يمكنكم من خلال هذا المثال أن تتصوروا بقية التفاصيل فشاه إيران من الطبيعي أن تصطدم المؤسسة الدينية ببرنامجه ببرنامجه التغريبي الواسع مراجع إيران مراجع قوم وسائر المدن الأخرى مشهد طهران اعترضوا على الشاه ولكنهم بعد ذلك انسحبوا من دائرة الاعتراض تحت عنوان التقية حينما أعلن الخميني من أنه مع شاه إيران لا يجوز العمل بالتقية فتركوا الخمينية لوحده في الساحة وانسحبوا كل له عذره قلت لكم أنا لا أريد أن أخوض في التفاصيل وإلا فإنني أمتلك المعلومات التفصيلية بخصوص مواقف المراجع وماذا جرى وماذا دار بينه لكنني أريد أن أجعل المطالب مقتضبة مختصرة موجزة فبقي الخميني لوحده في الساحة قاد المعارضة وكان صوته عاليا مما أزعج الشاه فأمر باعتقاله وكان اعتقاله في السنة نفسها في سنة الثورة البيضاء اعتقل الخميني وأخذ من بيته في مدينة قم إلى طهران سنة الف وتسعمية وثلاثة وستين ميلادي بقي في الإقامة الجبرية في طهران ثمانية أشهر وبعد ذلك أطلق سراحه فرجع إلى مدينة قم لا أريد أن أدخل في مسألة هل أنهم أرادوا إعدامه أم أنهم لم يريدوا إعدامه هناك في الحكومة من كان يريد إعدام الخميني لكن الشاه لم يكن راغبا في ذلك وللموضوع تفصيل توقعوا أن الخمينية بعد هذا الاعتقال حينما يعود إلى قم سيكون حاله كحال بقية المراجع الذين جلسوا في بيوتهم وبلعوا ألسنتهم الخميني ليس كذلك رجع معارضا وبنحو أقوى فاعتقلوه مرة ثانية اعتقلوه مرة ثانية في شهر تشرين الثاني سنة 1964 للميلاد وقاموا بنفيه إلى تركيا وبعد ذلك انتقل هو من تركيا إلى العراق لما اعتقلوا الخميني في المرة الأولى خرج أنصاره يحتجون على ذلك وحدثت مواجهات وقتل بعض الناس هناك أرقام كبيرة يقدرها أصحاب أصحاب الثورة وهناك أرقام صغيرة يقدرها آخرون لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل لكن أنصار الخميني خرجوا إلى الشوارع في قم في طهران في ورامين وفي العديد من المناطق في إيران خرجوا إلى الشوارع قتل بعض الأشخاص واعتقل آخرون والخميني بقي في الإقامة الجبرية إلى أن أطلق سراحه وبعد ذلك عادوا إلى اعتقاله ونفي إلى تركيا وانتهت المرحلة الأولى قطعا هذا كلام وجيز هناك الكثير من التفاصيل الكثير من البيانات والكثير من الخطابات والكثير من المظاهرات والكثير من الاعتقالات إنني أوجز الكلام بقدر ما أستطيع كي أنتفع من وقت الحلقة كي ألملم أطراف الموضوع عبر هذه الحلقة كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق هؤلاء المشرقيون الشيعة الاثنى عشريون الإيرانيون خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه يطلبون الحق هناك أمر يريدونه إنهم في مواجهة البرنامج التغريبي لشاه إيران هو يريد أن يطبق برنامجا تغريبيا ثقافة الغرب الديمقراطية أين هي الديمقراطية ثقافة الغرب الدساتير والقوانين أين هي الدساتير والقوانين ثقافة الغرب حرية التعبير حرية الرأي أين هي حرية الرأي وحرية التعبير شاه إيران يريد أن يبقيها ديكتاتورية ولكنه يستجلب المظاهر فقط يستجلب المظاهر الغربية فقط في الملبس في المأكل في المشرب في القازينوهات في الملاهي الليلية إنه يريد هذا من التغريب لكن أين الديمقراطية أين الدساتير أين القوانين أين الحرية الحقيقية أين حرية المعتقد أين حرية التعبير أين 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 هذا هو الذي كان يجري على أرض الواقع خرجوا يطلبون الحق بحسب ما هم يعتقدون هم أيضا لا يعني أنهم كاملون وإنما يطلبون الحق من وجهة نظرهم التي يعتقدونها كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه انتهت هذه المرحلة هناك من وضع في الحبوس والسجون هناك من قتل هناك التخويف والترهيب وهناك من فر إلى خارج البلاد وقاعدهم قد نفي نفي إلى تركيا وبعد ذلك انتقل إلى العراق فانتهت هذه المرحلة الأولى خرجوا يطلبون الحق فلا يعطونه كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه استمر الشاه في برنامجه سنة 1971 أقام ذلك الاحتفال الأسطوري وهو يعيد ذكريات الامبراطورية الفارسية احتفال أسطوري ودعا إليه رؤساء العالم والملوك والأمراء حكاية من حكايات ألف ليلة وليلة يمكنكم أن تشاهدوا بعضا مما جرى في تلك المناسبة على الإنترنت هذه أثارت المؤسسة الدينية عليه وأثارت الناس عموما والموضوع له تفصيل طويل واستمر شاه إيران في هذا الاتجاه في التمجيد بالتأريخ الفارسي الذي لا علاقة له بدين الإسلام وبنقل المظاهر التغريبية إلى إيران إلى أن ألغى العمل بالتقويم الإيراني الذي هو تقويم هجري شمسي ألغى العمل به وفرض العمل بالتقويم الفارسي بحسب تأريخ الإمبراطورية الفارسية الساسانية وأسس حزبا وهو لا يسمح لأي حزب من الأحزاب السياسية بالعمل الأحزاب ممنوعة أسس حزبه الخاص رستاخيز وترجمة ذلك حزب البعث وقد يترجم إلى حزب النهضة لكن الأقرب إنه حزب البعث فحزبه رستاخيز فرضه على الناس فرضا يجب على كل إيراني بالغ في المدارس في الكليات في المصانع في المزارع في المعسكرات في كل مكان يجب يجب على كل إيراني بالغ أن يكون عضوا في هذا الحزب وأن يدفع بدلات الاشتراك وأن يكون ناشطا في هذا الحزب واستمر شاه إيران يعمل بهذا الأسلوب هناك برلمان في إيران لكن البرلمان لا يعمل شيئا البرلمان يصفق لشاه إيران أولا ويصفق للحكومة ثانيا إذا كان الشاه راضيا عنها هذا هو حال البرلمان الإيراني أهنذاك يصفق للشاه ويصفق للحكومة التي يكون الشاه راضيا عنها هذا هو حال دولنا في العالم الثالث هذا هو حال الدول العربية ودول الإسلامية وإلى يومنا هذا ما هو الأمر يجري في الوقت الحاضري بهذه الطريقة ولكن ربما هناك مصطلحات جديدة هناك أغطية جديدة وكذا في كل العالم العربي والإسلامي أنصار الخميني لم يتوقف عن العمل لكن عملهم كان محدودا السافاك وهو الجهاز الأمني وكان جهازا مخيفا جدا كان يتتبع الناشطين من أنصار الخميني في كل مكان الاعتقال والتغييب والقتل والتعذيب الحكاية هي حكاية السلاطين والرؤساء في بلداننا العربية والإسلامية وإلى هذه اللحظة الحكاية هي إنها حكاية صدام وحكاية غيره من الذين ماتوا أو من الأحياء الآن الحكاية هي قد يكون هناك تغيير جزئي في جهة من الجهات لكن المسار هو المسار استمرت الأمور والأحداث على هذه الجديلة وهذه الطريقة إلى أن وصلنا إلى المرحلة الثانية حيث رجعت المظاهرات من جديد المظاهرات انتهت بنفي الخميني إلى تركيا وبقيت المعارضة من أنصار الخميني تعمل بنحو محدود جدا إنه عمل في الخفاء والسافاك يطاردهم إنها المرحلة التي يعبر عنها في تأريخ المعارضات السياسية مرحلة العمل السلبي العمل السري النضال السلبي هكذا يعبرون عنها إلى أن وصلنا إلى سنة 1977 بدأت المرحلة الثانية نذهب إلى فصل كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق صار الكلام واضحا هنا يطلبون الحق فلا يعطون مر الكلام في هذا ثم حدثتكم عما كان عليه الحال من بعد هذه المرحلة وصلنا إلى المرحلة الثانية ثم يطلبونه فلا يعطون رجعت المظاهرات مرة أخرى سنة 1977 في هذه السنة توفي علي شريعة كاتب مثقف وأستاذ جامعي مفكر إيراني من الطراز الأول له أتباعه وأنصاره لا أريد الحديث عن فكره وعن كتاباته توفي هنا في لندن في المملكة المتحدة أتباعه في إيران قالوا من أن الشاه هو الذي قتله الوثائق تقول من أنه توفي بسبب نوبة قلبية لا أريد أن أخوض في هذا الموضوع أتباعه في إيران قالوا بأن الشاه كان وراء مقتله فحدث هياج وكانت هناك مظاهرات لكنها ليست واسعة جدا المظاهرات الحقيقية متى حدثت في أواخر سنة 1977 وابتداء من اليوم 23 عشرة 1977 ما الذي جرى؟ مصطفى الخميني إنه الإبن الأكبر لروح الله الخميني توفي في النجف كان مع أبيه في النجف وكان مرافقا لأبيه حينما نفي أبوه إلى تركيا وذهب مع أبيه إلى النجف توفي في النجف أنصار الخميني في إيران قالوا من أن الساباك هم الذين سمموا قتلوه بالسم إلى هذه اللحظة لم أجد نصا صادرا عن الخميني أو عن أسرته يصرح بأن الساباك قد قتله بالسم الرجل كان مريضا ربما توفي بسبب مرضه وربما الساباك قتلوه لا أدري لكنني لم أجد إلى هذه اللحظة نصا يصرح بأن الساباك قد قتله أتحدث عن نص صادر عن الخميني نفسه أو عن أسرته لم أجد نصا واضحا بهذا الخصوص وحينما أقول لم أجد نصا واضحا إنني قد اطلعت على مئات من المصادر ترتبط بالثورة الإيرانية وحينما أقول لكم على مئات من المصادر إنني صادق في كلامي أتحدث عن مئات من المصادر لقد قرأت عنها كل ما كتب عنها بقدر ما أستطيع بقدر ما أستطيع قرأت عنها كل ما كتب عنها ما كتب باللغة العربية أو ما كتب باللغات الأوروبية وترجم إلى اللغة العربية أو ما كتب باللغة الفارسية وترجم إلى اللغة العربية قرأت كل ما استطعت أن أقرأه مما كتب عن الثورة الإيرانية الخمينية لذا حينما أقول لكم لم أجد نصا أنني أتحدث بهذا العمق وبهذه الموسوعية لم أجد نصا واضحا عن الخميني أو عن أسرته ربما يوجد وأنا ما عثرت عليه لكنني أتحدث عن معرفتي وخبرة المحدود على أي حال هذا ليس مهم الإيرانيون هكذا اعتقدوا من أن سافاك قتل مصطفى الخميني فهاجت إيران قوم طهران مشهد إصفهان هاجت إيران تبريس هاجت إيران بالمظاهرات وكانت المظاهرات أقوى من المظاهرات التي كانت في المرة الأولى سنة 1963 هذه المرة الثانية أقوى من المرة الأولى قمعت المظاهرات قمعت المظاهرات ربما ضعفت بعض الشيء ولكن جاءت سنة 1978 وهي سنة الثورة إذا أردت أن أتحدث عن الثورة الفعلية سنة الثورة هي سنة 1978 ومن أولها سبعة واحد وهذا يوم مشهود في تأريخ الثورة الإيرانية الخمينية سبعة واحد 1978 لما خرجت صحيفة اطلاعات وهي صحيفة مشهورة في ذلك الوقت ولا زالت موجودة في زماننا هذا سبعة واحد 1978 مقال في هذه الصحيفة والكاتب ليس معروفا لأنه كتب المقالة باسم مستعار إنه من رجالات الدولة المقال عنوانه إيران والاستعمار الأحمر والأسود الاستعمار الأحمر الإشارة إلى الاتحاد السوفيتي إلى الشيوعيين إلى الماركسيين والأسود إنها إشارة إلى رجال الدين هذا المقال تهجم بقوة على الخميني فوصفه بأنه عميل بريطاني ووصفه بأنه هندي هو بالفعل هندي الخميني الخميني أصول عائلته من الهند وهم ينتسبون إلى السادة الذين يعرفون بالسادة العبقاتية أصله من الهند هذه حقيقة لكن الإيرانيين لا يعرفون هذا الموضوع على أي حال المقال أتحدث عن الإيرانيين عن عموم الإيرانيين في ذلك الوقت هكذا وصف الخميني بأنه عميل بريطاني وبأنه هندي وليس إيرانيا وبأنه شاعر مجنون إلى غير ذلك من الأوصاف التي وصفوا بها الخمينية في ذلك المقال فهاجت حوزة قم قطعا هاجأ الجناح الخميني فيها وإلا فإن حوزة قم لم تكن على وفاق مع الخميني حتى بعد أن انتصرت الثورة الإيرانية الخمينية وتأسست الجمهورية الإسلامية في إيران فإن مراجع قم لم يكن على وفاق مع الخميني الجناح الخميني في حوزة قم هذا الجناح هيج شارع واصطدم طلاب الحوزة بالقوة النظامية بشرطة الشاه وشرطة قتلت بعض الطلاب الذين اصطدموا بهم بإشارة خفية من الخميني أن يواصلوا احتجاجهم وأن يؤكدوا ذلك في مناسبة أربعين هؤلاء الذين قتلوا معروف في أوساطنا الشيعية هناك هناك مناسبة الأربعين للموت في مناسبة أربعين هؤلاء الطلبة الحوزويين الذين قتلوا في مدينة قم هاجت المدن الإيرانية وخصوصا تبريس فقد خرجت فيها مظاهرات عارمة وهجم الناس على البنوك ودوائر الدولة وعلى القازينوهات وعلى الحانات وعلى دور السينما وتمت عمليات إحراق واسعة وحدثت اصطدامات وقتل من الناس عدد ليس قليلا أيضا وبإشارة من الخميني جددوا المعارضة والاحتجاج في مناسبة الأربعين لهؤلاء الذين قتلوا في تبريس وتم هذا في الكثير والكثير من المدن الإيرانية في العشرات من المدن الإيرانية هذا الأمر أمر الأربعينات أخذ يتجدد ففي كل أربعين لمجموعة من القتلى تخرج المظاهرات وتقوم الشرطة بقتل بعضهم وفي مناسبة أربعينهم تتجدد المظاهرات استمر الحال هذا إلى منتصف السنة أتحدث أتحدث عن سنة 1978 وثمانية وسبعين الشه هنا بدأ يتراجع بدأ يتراجع شيئا فشيئا لأن المظاهرات كانت قوية جدا وهو يلاحظ كلما قتلوا بعضا من هؤلاء فإن المظاهرات تتجدد في أربعين قتل هؤلاء اتسعت المظاهرات في كثير من المدن الأعداد التي كانت تشترك في المظاهرات كانت كثيرة جدا لم نصل إلى مرحلة المظاهرات المليونية بعد وإنما مرحلة المظاهرات المليونية تأتي بعد ذلك تأتي متأخرة الشاه بدأ يتراجع المتظاهرون الثوار حينما يشاهدون الشاه يتراجع هم يزدادون قوة وعنفوان من أمثلة تراجع الشاه أمر بمحاكمة الذين يلقى القبض عليهم في محاكمات مدنية في السابق كانوا يحاكمونهم في محاكمات عسكرية ويحاكمون في محاكمات مدنية تكاد أن تكون صورية لأنهم يطلقون سراحهم بعد فترة وجيزة أصدر أوامره بتخفيف الضغط الأمني والوطأة الأمنية على الناس فحدث تخفيف في هذا الجانب ووعد الناس بانتخابات ديمقراطية حقيقية وبأن يفسح المجال للمعارضة وعدهم أن يكون ذلك في السنة القادمة يعني سنة 1979 إلى أمور أخرى صدرت من قبل الشاه حدث تراجع واضح هذا التراجع فهمه الثوار بأنه ضعف وكان ضعفا فعلا كان ضعفا لأن الثورة بدأت تقوى وتقوى شيئا فشيئا وبدأت تنتشر في كل المدن والقرى الإيرانية الحادثة التي حدثت بعد هذه الوقائع سينما ريكس في عبادان احترقت كلام كثير من الذي أحرق السينما التحقيق لا أتحدث عن تحقيق العكومة إنما أتحدث عن التحقيق في الوثائق وكتب التأريخ والذين كتبوا وقالوا التحقيق على الأقل بالنسبة لي يثبت أن سافاك كان وراء هذه العملية إنهم أرادوا أن يلحقوا التهمة بالخمينيين بأنصار الخمينيين باعتبار أنهم أحرقوا دورا للسينما في طهران وفي تبريس ولكنها كانت دورا خالية من الناس هذه السينما في عبادان سينما ريكس كانت مليئة بالناس فاحترق الناس الذين كانوا في صالة السينما الذين احترقوا كانوا بالمئات كان حدثا مهولا احترق الناس بالمئات لأن سافاك كان قد أغرق المكان بمادة البنزين أغرق المكان قبل أن تفتح السينما فحينما بدأ الاشتعال اشتعلت سريعا ما استطاع الناس أن يخرجوا من السينما وكانت الأبواب قد غلقت حكاية حكاية مأساة اجتماعية الناس كلهم قالوا بأن سافاك وراء الجريمة حاولت الحكومة أن تتنصل من ذلك لكن الأمر تعلق في عنقها اشتدت المظاهرات بقوة بعد هذه الحادثة اشتدت بقوة وفي كل الأنحاء الإيرانية حاولت الحكومة بكل الطرق أن تهدئ من الأوضاع ما استطاعت ولذا فإن شاه إيران أيضا أبدأ تنازلات جديدة أحدثكم عنها بعد هذا الفاصل كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه شاه إيران بدأ يتراجع أمر بحل حزبه هذا الحزب الكارثي أمر بحل حزب رستاخيز فرفع عن الناس أغلالا ثقيلة لكن هذا ما نفع الشاه لأن الثوار يريدون إزالة الشاه لا يريدون من الشاه أن يقدم لهم تنازلات ألغى العمل بالتقويم الإمبراطوري ورجعت إيران إلى التقويم الشمسي الهجري إلى التقويم الإسلامي أطلق سراح الكثير والكثير من السجناء السياسيين جاء برئيس وزراء جديد جعفر إمامي جاء به لأنه كان على علاقات واسعة مع رجال الدين في قوم في طهران في إصفآن فأراد من خلاله أن يتواصل مع رجال الدين ولكن هذا لم يكن نافعا ولم يكن مفيدا بالنسبة له أعطوا الحرية لنشاطات الأحزاب السياسية واعترفوا بها بشكل قانوني فسحوا المجال لحرية الصحافة وحرية التعبير وفي تلك المدة أيضا عزل رئيس الساباق الذي كان مخيفا الإيرانيون الإيرانيون يخافون منه كان جزارا إنه نعمة الله نصيري عزله أخرجه من رئاسة الساباك وعزل كثيرين أقالهم من إدارة الساباك وجعل قبل أن تشتد الأمور فلا يقبلونه لا يقبلون لا يقبلون إلى أن جاءت النقطة الحاسمة النقطة الحاسمة ما حدث في ما يعرف بيوم الجمعة السوداء في يوم الجمعة السوداء في ميدان معروف من ميادين طهران ميدان جالة اصطدم الناس مع الجيش الإيراني وحدثت مقتلة قتل كثيرون لا أريد أن أسلط الضوء على الأعداد لأن الروايات في الكتب مختلفة جدا في عدد القتلى ما بين أعداد هائلة جدا وما بين أعداد محدودة قتل الناس قتل الناس في يوم الجمعة السوداء لماذا قتل الناس هناك سلسلة من الأحداث من جملة الأمور التي فعلها الشه أجازة للإيرانيين المتدينين الخمينيين أن يقيموا صلاة العيد في جو مفتوح في طهران فحضرت جموع كثيرة وأقيمة الصلاة وبعد هذا بأيام قلائل اجتمع هؤلاء في وسط طهران ورفعوا شعارات جديدة جديدة على الثورة هذه الشعارات ربما رددوها في 1963 ولكنها ذهبت وليس بهذه القوة وبهذه الأعداد الهائلة أكبر تجمع بشري منذ سنة 1963 إلى سنة 1968 وثمانية وسبعين وكان هذا في بدايات الشهر التاسع ارتفعت الشعارات تطالب بزوال الشاه وزوال مملكته وتطالب بعودة الخميني وتطالب بجمهورية اسلامية هذه شعارات جديدة ربما كان يرددها البعض بنحو محدود لكن بهذه السعة هذا هو الذي أقلق الشاه خصوصا أن الشاه قد خرج في طائرة هليكوبتر يوم يوم اجتمع الناس لصلاة العيد ويوجد فيلم وثائق مصور وهو يصور الشاه في طائرة الهليكوبتر الهليكوبتر حينما كان ينظر إلى الجموع الكثيرة التي اجتمعت لصلاة العيد وهؤلاء هم خمينيون هؤلاء أنصار الثورة الخمينية كان الشاه قلقا جدا وحينما رجع إلى قصره انقلبت أحواله دخل في حالة نفسية بائسة جدا لا يدري ماذا سيفعل وهو نادم على الذي فعله فيما مر من الأيام والسنين يلاحظ أن الأمور بدأت تتغير وبنحو إدراماتيك سريع بسبب هذا فإن الشاه أصدر أمرا بفرض الأحكام العرفية وصدر هذا البيان الملكي منتصف ليل الثامن من أيلول ثمانية تسعة الف وتسعمية وثمانية وسبعين غدا الجمعة الجمعة هو الثامن من أيلول فخرج الخمينيون في مظاهرة عارمة في طهران وكان الاصطدام في ميدان جالة مع القوات العسكرية العسكريون فتحوا النار على الناس وقتلوا ما قتلوا الحاكم العرفي آنذاك وهو علي أويسي يقول بأن المهاجمين الذين هاجموا الجيش كانوا يحملون أسلحة وهناك قناصة ومن الوهلة الأولى القناصة قتلوا ثلاثين جنديا إذا صدقت هذه الرواية رواية أويسي هذه لقطة من اللقطات التي هاجم فيها الثوار الخمينيون جيش الشاه بقوة السلاح وإلا فإن الثورة في مسارها كان الثوار يحملون سيوفهم على عواتقهم يحملون سيوفهم على عواتقهم إنهم يشعرون الحكومة بأن الأمر سيصل إلى السلاح وقد وصل إلى السلاح في بعض المواضع إذا صدق علي أويسي وصدق غيره في بعض المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى على أي حال حتى لو أنهم استعملوا السلاح فهذا وحقهم يدافعون عن أنفسهم فقتل الناس هذه المجزرة المهولة غطيت من قبل الإعلام الغربي وتركت أثرا واضحا وقويا حاول الشاه حاول الشاه بقدر ما يستطيع حاول الشاه بقدر ما يستطيع أن يقدم تنازلات أخرى ولكن الأمر لم يكن نافعا لأن ثوار أصر أصر على إزالته وإلا فإنه قدم ما قدم من التنازلات أنا لا أريد أن أتحدث عن كل صغيرة وكبيرة يمكنني أن أقول من أن شاه إيران من خلال رصدي للوقاع والأحداث تنازل للثوار أربع مرات المرة الأولى بعد حادثة المظاهرات التي وقعت بعد وفاة مصطفى الخميني هذه المرة الأولى والمرة الثانية بعد حادثة سينما ريكس والمرة الثالثة بعد حادثة الجمعة السوداء المرة الرابعة بعد أن أعلن الخميني بصريح العبارة أنه لا مصالحة مع الشاه وعلى الثورة أن تستمر حتى يزول حكم الشاه شاه ايران خرج في خطاب وكان ضعيفا جدا شاه ايران شخصية متكبرة متعجرفة إلى أبعد الحدود إنه يلقب نفسه بملك الملوك خرج مرغما وألقى خطابا عبر التلفزيون وطلب من المسؤولين ومن الشعب الإيراني أن لا يلقبوه بملك الملوك وأزال رسميا هذا اللقب شاه شاه قال لهم خاطبوني بهذا اللقب من أنني ملك من أنني ملك إيران ولست ملك الملوك واعتذر للإيرانيين عن أخطاء الحكومات التي كانت في ظل حكمه وظل عهده اعتذر إلى الإيرانيين ووعدهم أن يصحح الأخطاء ووعدهم أن يعمل مع المعارضة وأن يحقق ديمقراطية حقيقية للناس قدم الكثير من الوعود وقال لهم من أنني سمعت صوت ثورتكم وصل الصوت إلي وإنني سأعمل معكم وأعطى الأوامر أن لا تواجه المظاهرات بالرصاص قال لهم اتركوا المظاهرات وكل هذا يصل إلى مسامع الثوار الثوار علموا بأنهم قد وصلوا إلى النهاية فلماذا يذعنون لهذا الدكتاتور المتعجرف استمروا في ثورتهم المظاهرات تزداد يوما بعد يوم هنا هنا بدأت المظاهرات المليونية ماذا فعل الشاه الشاه أطلق سراح السجناء السياسيين الخمينيين الكبار كبار أصحاب الخميني الذين كانوا مدعين في السجون أطلق سراحهم وأصدر أمرا برفع الحضر عن المظاهرات أصدر أمرا للحكومة أن لا تعترض المظاهرات لكن الأمر في الواقع أن المظاهرات فرضت نفسها الأمور خرجت عن السيطرة الحكومة لا تستطيع أن تسيطر على شيء وبدل رئيس الوزراء وغير الحكومة ولكن لم يكن كل هذا نافعا فإن الخمينية قد أطلقها لا مساومة ولا مصالحة ولا تفاوض مع الشاه كان كان الشاه يصر على التفاوض على التفاوض مع الثورة لكن الثورة وقيادتها رفضت ذلك الخميني الخميني في أواخر سنة 1978 خرج من العراق في البداية حاول أن يذهب إلى الكويت لم يتمكن خرج إلى فرنسا في مذكرات الرئيس الفرنسي جيسكاردستان إنه أراد أن يفرض على الخميني أن يجلس جانبا أن لا يقود الثورة من البيت الذي كان يسكن في في قرية نوفل لاشاتو التي تجاور باريس إلا أن الخميني هكذا أجاب الحكومة الفرنسية من أنني سأبقى أنتقل من مطار إلى مطار إذا أنتم أمرتم بإخراجي من باريس أكذا يقول الرئيس الفرنسي من أن مسؤولين إيرانيين اتصلوا به لما علموا بالأمر وطلبوا منه أن يبقى في باريس لأن الأمور قد تخرج عن السيطرة ولأن فوضى قد تحدث في أوروبا من قبل الإيرانيين الموجودين هناك وقد حدثت واقعة فعلا لما سمع الإيرانيون الموجودون في أوروبا وكانوا كثيرين ولا زالوا كثيرين في أوروبا من أن محاولة لاغتيال الخميني يمكن أن تكون والخميني ليس له من حماية آلاف من طلاب الجامعات من الإيرانيين الذين كانوا يدرسون في الجامعات الأوروبية قدموا إلى باريس جموع هائلة يمكنكم أن تشاهدوا هذا في الأفلام وافترشوا الأرض في الحدائق والشوارع التي تحيط بالبيت الذي كان يسكن فيه الخميني فلذا الحكومة الفرنسية تركت الخمينية يفعل ما يريد وستمرت الأحداث تترى إلى أن اضطر شاه إيران أن يخرج خارج إيران وأعتقد أن الموضوع هذا مر الحديث عنه في الحلقات المتقدمة 16 1 1979 خرج شاه إيران من إيران واستقر بعد ذلك في مصر إلى أن مات في مصر نذهب إلى فاصل الشاه حاول قبل أن يخرج من إيران أن يرضي الثوار بكل وسيلة فقد أصدر أوامره باعتقال المفسدين حتى من العائلة المالكة وإن كانت العائلة المالكة في ذلك الوقت قد خرجت خارج إيران واعتقل مئة شخص من كبار الشخصيات من بينهم أمير عباس هويدة في يوم من الأيام كان هويدة هذا كان حاكم إيران الفعلي وكان هو الذي يشرف على منظمة بهلوي الاقتصادية التي تتحكم بكل الاقتصاد الإيراني التي هي أملاك الشاه وزوجته فرح فكان أمير عباس هويدة هو الذي يشرف على تلك المنظمة الاقتصادية وكان رئيسا للوزراء هويدة هذا كان ملك إيران بحسب باطن الأمور اعتقله الشاه وألقى به في الحبس واعتقل نعمة الله نصير الذي كان رئيسا للزافاك واعتقل الكثيرين من أمثال هؤلاء من رؤوس حكمه اعتقل مئة شخص لكن الأمر ما كان نافعا فإن ثوار قرروا أن يصلوا إلى النهاية وهذا هو الذي تتحدث عنه الرواية إلى أن خرج فارا من إيران بتاريخ 16-1 1979 عاد الخميني بعد ذلك إلى إيران فوصل إلى إيران بتاريخ 1-2 1979 وهو وصل إلى باريس بتاريخ 16-1978 ما يقرب من أربعة أشهر بقي الخميني في باريس ما يقرب من أربعة أشهر من 16-78 إلى 1-2 79 وصل وصل الخميني إلى طهران في 1-2 79 بعد عشرة أيام انتهى العهد الملكي الشاهن شاهي بعد عشرة أيام التي يعرفها الإيرانيون بعشرة الفجر بعد عشرة أيام سقط النظام الشاهنشاهي بالتمام والكمال وتأسست بعد ذلك الجمهورية الإيرانية الإسلامية هذه حكاية الثورة الإيرانية الخمينية في خطوطها العام التفاصيل طويلة طويلة جدا الأحداث والوقائع طويلة جدا إذا أردنا أن نخوض فيما هو خطأ وما هو صواب الكلام سيكون طويلا وطويلا جدا آثار هذه الثورة لا زالت موجودة إلى يومنا هذا كلمة أتذكرها لموشي دعيان في وقتها في وقت الثورة كلمة مهمة جدا وكان موشي دعيان وزيرا للدفاع الإسرائيلي قال بأن ثورة الخميني زلزال ضرب المنطقة يتحدث عن منطقة الشرق الأوسط زلزال زلزال ضرب المنطقة ستصل تردداته إلى كل أنحاء العالم وهذا هو الذي تحقق على أرض الواقع أهم السنوات في تأريخ العالم من بعد الحرب العالمية الثانية إنه الزمان الذي نعيشه ونعيش كل آثاره وتشققاته وتردداته أهم السنوات 1948 حين تأسست دولة إسرائيل 1979 حين انتصرت الثورة الإيرانية الخمينية وبلغت أهدافها في إسقاط النظام الشاهنشاهي 2003 حين سقط النظام البعثي العفلقي حين أتحدث عن أهمية هذه السنوات ما يرتبط بمنطقة الشرق الأوسط ما يرتبط بمنطقة الظهور وما يرتبط بحركة المشروع المهدوي الأعظم من الكلمات التي لازالت عالقة في ذهني وتذكرتها الآن وأنا أحدثكم عن الذي قاله موشي دايان أتذكر أتذكر ما سمعته من مراسل إذاعة مونتي كارلو لأن إذاعة مونتي كارلو كانت تغطي أحداث الثورة الإيرانية وكنا نتابع أخبارها أخبار الثورة الإيرانية من خلال إذاعة مونتي كارلو حينما أراد الخميني القدوم إلى إيران والكلام مفصل الكلام مفصل فإن الخطوط الجوية آنذاك كانوا يرفضون أن يسافر الخميني على طائراتهم لماذا لأن الأخبار قد انتشرت من أن الخمينية إذا طار بطائرة من باريس إلى طهران فإن طائرة ستفجر حكاية طويلة بعد ذلك صار الاتفاق مع الخطوط الجوية الفرنسية بعد أن دفعت أموال كثيرة بعنوان التأمين بعنوان التأمين على الطائرة والتأمين على حياة طاقمها هكذا كان يقول مراسل مونتي كارلو لما وصلوا إلى المطار فشاع خبر في المجموعة التي كانت تصطحب الخمينية في هذه السفرة إلى طهران ومنهم إعلاميون وصحفيون كثيرون رافقوا الخمينية في سفره من باريس إلى طهران شاع كلام في تلك الأوساط بأن قنبلة موجودة في الطائرة بحسب ما يقول مراسل مونتي كارلو كنت صغيرا في ذلك الوقت لكنني لازلت أحفظ كلماته فكان يقول لما أخبر الخميني فإن الخمينية أخرج مسبحته الكاشفة للألغام يبدو أن الخمينية كان يقوم باستخارة إنها الاستخارة التي نعرفها لكن مراسل مونتي كارلو هكذا كان يقول أكان عارفا للموضوع وهو يريد أن يعبر بهذا التعبير الإعلامي فأخرج الخميني مسبحته الكاشفة للألغام وبعد ذلك أعطى القرار بالسفر إلى طهران وسافروا إلى طهران ووصلوا في واحد اثنين الف وتسعمية أو تسعة وسبعين هذه حكاية الثورة الإيرانية الخمينية وأعود إلى قراءة الرواية وأنتم طبقوا على هذه الأحداث مع أنني أوجستها وتحدثت عنها بنحو سريع لأن الوقت كان يجري سريعا أنظر إلى ساعتي فأرى الوقت يجري سريعا طويت الكثير من المطالب اختصرت الحديث المعلومات والتفاصيل كثيرة وكثيرة جدا كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم هذه الأحداث كلها مرت إنني تتبعت التأريخ الإيراني لم أجد مرحلة من مراحل التأريخ أن حدثت هذه التفاصيل وحينما أدقق في أحداث الثورة الإيرانية الخمينية وإنني ما ذكرت لكم كل شيء بسبب العجلة في الطرح فإن الرواية تأتي منطبقة تمام الانطباق على أحداث هذه الثورة كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه ثم يطلبونه فلا يعطونه فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم نحن في الأجواء هذا هو الذي يهمنا لا يهمنا هناك أناس يؤيدون إيران يعهدون إيران تلك مشكلة الذين يبحثون في هذه الاتجاهات أنا أبحث في هذا الاتجاه أنا أبحث في الاتجاه الذي يقودني إلى إمامي لا شأن لي بالاتجاهات الأخرى إنها علامة علامة وهذه العلامة إذا كنت أعبع بها أعبع بها لأنها تقودني إلى إمامي ولا أبالي بالتفاصيل الأخرى ما حلاقتي بالتفاصيل الأخرى فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوم ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء أما أني لو أدركت ذلك لستبقيت نفسي لصاحب هذا الأمر هناك مساران هناك المسار المشرقي الذين سيقوم أصحابه بدفع كل ما عندهم إلى صاحبنا ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم قتلاهم شهداء وهناك مسار إمامنا الباقري صلوات الله وسلام عليه وهو المسار اليماني لا أحدثكم عن المسار اليماني لأنني حدثتكم عنه في الحلقات المتقدمة بهذا ينتهي الجزء الثامن وهو آخر جزء من عنواننا الثالث العالم من حولنا نلتقي غدا في عنوان جديد وهو آخر عنوان من عنوان هذا البرنامج نلتقي على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية زهرائيون نحن يا بقية الله زهرائيون نحن يا قائم آل محمد والهوى والهوى زهرائي سألكم دعاء جميعا في أمان الله